السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكضوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الحلقة الثامنة عشر من سلسلة اقترب ظهور المهدي والتي هي بعنوان الملحمة الكبرى والتي هي عند أهل الكتاب معروفة باسم معركة هير ماجدون نعرف تفاصيل المعركة ديت ولكن بعد من صلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة الصغرى كثرة الروم في آخر الزمان وأنه ستكون هناك هدنة بين المسلمين وبين الروم ثم تكون بعد ذلك ملحمة كبرى هي أكبر حرب ستدور بين المسلمين وبين الروم يجمع الروم تسعمية وستين ألف مقاتل فيقابلهم المسلمون في أرض الشام وتكون النصرة للمسلمين بفضل الله كما قال جل وعلا في كتابه وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وقال جل وعلا إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم في الحديث حبيبي الذي رواه مسلم عن المستورد الكرشي أو المستورد الكرشي أنه قال لعمر بن العاص قال المستورد الكرشي لعمر بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقوم الساعة والروم أكثر الناس يعني عدد الروم سيكثر في آخر الزمان كما ترون الآن مثلا عدد المسلمين مليار وستمائة أو مليار وسبعمائة مليون وبقيت السبعة مليار أكثرهم من الروم أو من النصارى وهناك طائف أخرى كالبورزية والهندوسية إلى غير ذلك الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقوم الساعة والروم أكثر الناس فقال عمر بن العاص المستورد الكرشي قال أبصر ما تقول خذ بالك أنت بتقول إيه قال أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنا مش جايب الكلام ده من عندي ده الكلام ده سمعت مباشرة من فم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم في حديث آخر رواه البخاري حديث عوف ابن مالك الأشجعي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعدد ستا بين يدي الساعة عدي ستة استحيات كده بين يدي الساعة فذكر منها من ضمن الستة ثم هدنة هدنة الهدنة دي بيكون بعض الحرب ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر مين بني الأصفر يا جماعة؟ اللهم الروم أيوة يعني الروم هم يسموا بني الأصفر تمام؟ ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر خذ بالك من الكلام فيغدرون هيغدروا بالمسلمين فيأتونكم تحت ثمانين غاية الغاية اللي هي الراية يعني ثمانين كتيبة ثمانين لواء جيش تمام كده؟ تحت ثمانين غاية تحت كل غاية اثنى عشر ألف مقاتل يبقى اتناشر ألف مقاتل في ثمانين راية تمام كده؟ تضربهم بقى بكلكوليتر كده يطلع لك تسعمية وستين ألف مقاتل تعالوا نشوف بس الكلمات اللي قالت كلمة الهدنة الهدنة أصلا لا تكون إلا بعد حرب حرب قامت بين جيشين ثم بعد ذلك طب يا جماعة عايزين نعمل هدنة هدنة لوقف الحرب تمام كده؟ أو للصلحة تمام؟ طيب الهدنة دي تدل على إيه؟ تدل على أن كلاهما يخشى من الآخر يخاف من الآخر يعني الجيش ده جيش قوي جدا والجيش ده برضو جيش قوي جدا وإلا لو كان الروم في ذلك الوقت يرون ضعف المسلمين هيعملوا هدنة معهم ليه؟ عمرك سمعت عن حد قوي بيعمل هدنة مع حد ضعيف عمرها ما حصلت؟ ولا هتحصل الهدنة لا تكون إلا عند خشية كل من الطرفين من الآخر الجيش ده برضو مش عايز يستمر القتال مع ده لأنه ده جيش كبير وإحنا كمان جيش كبير فلو التقينا ببعضها تبقى عدد كبير جدا من القتل يعني فهم إزاي؟ فبتحصل هدنة فمعنى ذلك تدل على أن الروم يعلمون بل ويرون في ذلك الوقت أن المسلمين ليسوا ضعفاء بل هم أكفاء أمامهم ولو كانوا يرون ضعفا في المسلمين لقتلوهم وارتاحوا خلاص هنعمل هدنة معهم ليه؟ من اقتروا من اخلص منهم إنما هم لم يقدروا على ذلك لقوة المسلمين في ذلك الزمان يعني الجيش ده ده جيش المهدي عليه السلام جيش بقى من كل أقطار العالم كلهم أهل عقيدة صحيحة وإيمان صحيح الله أكبر فوقفين وسبتين فزي ما حصل في صلح الحديبين في صلح الحديبية ليه كريشة عملت صلح وهدنة مع النبي صلى الله عليه وسلم ليه هدنة الحديبية أو صلح الحديبية لأنهم كانوا يرون أن المسلمين في ذلك الوقت أصبحوا قوة لا يستهنوا بها ولو كانوا شايفين أن المسلمين قوة ضعيفة جدا ويقدروا يخلص عليهم كانوا أتلوهم مرتاحوا خدت بالك يبقى إذن الهدنة لا تكون إلا عند تساوي القوتين أو اقتراب القوتين من إيه؟ من قدرات بعدهما فبالتالي كل واحد من هو بيتقي الآخر طيب تعالوا نشو بقى قصة الملحمة الكبرى بتفاصيلها كما أوردها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نواه أحمد وأبو داود بسنة دين صحيح واللي يحب يقف على رفز الحديث هو في صحيح الجامع رقم 3612 قال النبي صلى الله عليه وسلم خد بالك بقى وركز معاه بقى في الملحمة دي لأن أحدثها عجيبة جدا قال ستصالحون الروم صلحا آمنا حاصل ولا ما حصلش حاصل جدا دلوقتي ما شاء الله بلاد المسلمين مع أوروبا وأمريكا زي يقولوا كده سامنا على عسل يعني يا خبال حضرتك يعني فسبحان الله فصلحا آمنا خلص بقى لا في حرب بيننا وبين أوروبا ولا أمريكا ولا أي حاجة والصلح زي الفل وتبادل تجاري ومعاملات وصفر وسياحة والدنيا مشية قال ستصالحون الروم طبعا كان ذا كان لا يمكن يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعهد الصحابة قال ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون خبالك بقى ركزوا معايا فتغزون أنتم وهم يبقى فيه تعاون عسكري آه تعاون عسكري على أعلى مستوى مش زي دلوقتي لا ده تعاون العسكري أكبر من كده بكتير فتغزون أنتم وهم خبالك بقى عدوا من ورائهم ركز معايا بقى الروم أوروبا كلها وأمريكا كلها تمام دولة الروم فهم عندهم عدو هم تعبنين منه العدو ده بيسبب لهم مشاكل بيسبب لهم أرق نفسهم يخلصوا منه فالعدو ده لا يمثل مشكلة كبيرة للمسلمين لا يمثل مشكلة كبيرة للمسلمين لأنه بعيد عن المسلمين بعيد عن بلاد المسلمين لكن تأثيره القوي وإزاءه الشديد لمين للروم عدوا من ورائهم مش من ورائنا واضح كده اللفظ فاللي يحصل إيه فهؤلاء الروم من النصارى سيستعينون بجيوش المسلمين ولو كانوا عارفين إن جيوش المسلمين ضعيفة ما استعانوا بهم ده استعانوا بهم عشان يأووا صفوفهم عشان يخشوا يقتلوا معهم هذا العدو العدو ده بقى مين بقى لا داعي للتخمين البعض يقول لك اللي هندي والبعض يقول لك الصين والبعض يقول لك كوريا الشمالية لا داعي للتخمين مادام أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن ذلك والصحابة سكت عن ذلك فليسعنا ما وسعهم إيش لازم نخمين هم مين نقول ده كذا وإلى كذا بعض الناس للأسف شديد عشان يعمل لك بقى كده إيه حاجة زي المفاجآت كده وأكشم كده على المقاطع يقول لك كيف سنحارب الصين في آخر الزمان ومش عارف إيه عشان تخش في المقطع لا لن يتكلم كلام علمي فلا داعي للأكشن ده زي ما يقولوا يعني لازم يتكلم كلام علمي فلنبع السلام وضح ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائهم ورائهم هم يعني هم اللي تعبنين منه أكتر مننا لكن هيستعينوا بجيش المسلمين لأن جيش المسلمين في ذلك الوقت قوة لا يستهانوا بها قال خب بالك بقى فتسلمون وتغنمون الله أكبر الفأل السرعة يعني هتفوزوا عليهم بسرعة وكمان هتاخدوا غنايم كتيرة جدا من البلد ديت من العدو اللي وراء الروم ده تمام وبعدين بقى ايه فتسلمون وتغنمون يعني تنتصروا بسرعة لأن قوة جيش بقى مسلمين مع قوة جيش الروم أحداث رهيبة خب بالك يعني جيش الروم في الوقت ده مش هيئلة عن 960 ألف مقاتل وخب بالك وممكن يكون فيه مقاتلين كمان موجودين احتياط لسه ده غير بقى جيش المسلمين بقى هتقول مثلا قدوا فشو بقى تخيل لو 2 مليون مقاتل داخلين بقى بلد شوف يعملوا فيه مئين يعني حاجة طبعا صعبة جدا فعلشان كده انتصروا بسرعة بفضل الله سبحانه وتعالى أولا فتسلمون وتغنمون ثم تنزلون بمرجن ذي تلول ما كان كده بقى بساتين وحضائك وأماكن جميلة كده ليه نازلين بقى يعني يستراحوا شوية ويحتفلوا بهذا النصر إلى غير ذلك فجلسين بقى بينتصروا تمام ثم تنزلون بمرجن ذي تلول فإن لي يحصل فيقوم رجل من الروم خب بالك النبي بيوصف لك حاجة شوفها تحصل بعد كم سنة شوف النبي على السلام قالي كلام ده من أكتر من ألف وربعون سنة ولسه كمان مجاش للحدث ده لكنه ذلك لكنه يخبر بذلك بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي لا يعلم الغيب على الإطلاق لكن ربنا أطلعه على بعض الغيبيات وخب بالحضرتك اللي بيخبر نبيه علامات الساعة السوارة وعلامات الساعة الكبرى إلى غير ذلك بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم قال فيقوم رجل من الروم طبعا اللي جايين جايين من كذا بلد يعني ممكن يكون جايين من فرنسا وانجلترا وألمانيا ومش عارف وأسبانيا فيعني إيه لو هو عايز يحتفل بالنص مثلا يعني لو كان عنده عنصرية شوية يقول مثلا احتفلت فرنسا أو انتصرت فرنسا لكن لا هو الرجل ده كان عنده طائفية بغيضة فإذا به يرفع الصليب ويقول انتصر الصليب مع أنه هم اللي استعالوا جيش المسلمين يعني المسلمين ما قالهمش احنا عايزين يجي نقاتل معاكم ده هم اللي استعانوا بيهم عشان يروح يقتل العدو بتاعهم تمام ومع ذلك يرفع الصليب فيقول انتصر الصليب فيقوم مسلم غيور فيقتل هذا الرجل الذي رفع الصليب طيب الحادثة دي يا حبيب حادثة ايه بنسميه ايه في لغتنا حادثة فردية غلطة من هذا الرجل الذي رفع الصليب وغلطة من التاني اللي قتله لان التاني برضو ما كانش ينبغي يقتله يعني كان ينبغي يقوله لا ما فيش حاسمها انتصر الصليب انتوا استعانتوا بالجيش المسلم واحنا جينا معاكم قتلنا معاكم وانتصرنا كلنا يبقى انتصر الجيش كله فيش حاسمها انتصر الصليب وخبار حضرتك تمام كده فيعني غلطة فردية ده اتل ده فهم جم المفروض هيقتله مثلا ده مثلا وخبار حضرتك ده 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 يعني يعني هم لو حبوا يعني أنهم ما ينتصروا لهذا الذي قتل عندهم هيقتلوا المسلم له فهيقال في الوقت ده واحد قدامه واحد وخبار حضرتك لكن مع أن الأولين هو الغلطان يعني المسلم اللي قتله ده يعني هو ما فعل ذلك إلا لأنه عمل اتصرب بطائفية فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيقوم إليه رجل من المسلمين فيقتلوا فيغدروا القوم هيغدروا النصارى الروم كلهم هيغدروا بالمسلمين كلهم الله طيب ده غلطة واحد هتغدروا بكل الجيش اللي أنتوا كنتوا واغدينوا يقاتل معاكم وهو أنتوا بتستعينوا بيه عشان تنتصروا على عدوكم وكان سبب في نصركم على عدوكم هتغدروا بكل المسلمين أيوة هنغدر بكل المسلمين فقتلوا آلاف المسلمين فيغدروا القوم بكم تمام وتكونوا الملاحم فيجتمعون لكم يعني من كل دول أوروبا فيأتونكم تحت الثمانين غاية مع كل غاية اثنى عشر ألف مقاتل ثم تأتي بعد ذلك جيوش المسلمين وتحدث الملحمة الكبرى التي تكون فيها نصرة للمسلمين ليبيسموها معركة هير ماجدون وغبال حضرتك فتدور القتال يدور القتال مع أنك هي مشكلة فردية بين ده وبين ده كان ممكن تتعالج بأن ده قدام ده وخلص الموضوع لكن لا فغدروا وقتلوا آلاف المسلمين اللي أما كانوا قاربين من معسكر الروم وإلا فبقيت الجيوش الإسلامية خلص رجعت إلى المدينة المنورة ومنهم من كان في أماكن أخرى إلى غير ذلك فكانوا بعيدين إنما هم اختاروا بقى الكتائب اللي كانوا قريبا منهم ورحوا أتلنهم كلهم تمام كده؟ طيب ده طبعا الذي حدث هذا في دخول جيش المسلمين واستعانة الروم بجيش المسلمين عشان يروحوا ويقاتلوا هذا العدو ده كان دليل على قوة جيش المسلمين في ذلك الوقت لكن تعالوا بقى نشوف تفاصيل أضق من ذلك في تلك الملحمة الكبرى التي حكاها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد الفاصل تعالوا بنا حبيبي نشوف بقية الأحداث التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم والتي ستحدث في ذلك الزمان ثم تفاصيل حرب الملحمة الكبرى أو هير ماجدون طيب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن جابر بن صمرة عن نافع بن عطبة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفظت منه أربع كلمات أعدهن في يدي قال صلى الله عليه وسلم تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله تاني حاجة ثم فارس فيفتحها الله ثم تغزون الروم فيفتحها الله ثم تغزون الدجال فيفتحه الله يبقى أربع حاجات ذكرت في هذا الحديث اللي هي غزو جزيرة العرب غزو فارس غزو الروم غزو الدجال طيب غزو جزيرة العرب قال أهل العلم أن غزو جزيرة العرب تم الفتح كاملا بفضل الله في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي بداية خلافة أبي بكر وانتهى هذا الغزو أو التمكين بعد حرب مرتدين بفضل الله سبحانه وتعالى وأما غزو بلاد فارس فتم ذلك في عهد أبي بكر وفي عهد عمر من الخطاب كان أكثر ثم بعد ذلك وصلوا إلى قصر كسرة وحصلوا على كنوس كسرة وسواري كسرة وانتصروا في معركة القادسية وتم فتح بلاد فارس بفضل الله سبحانه وتعالى أما غزو الروم فبدأ من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وما زال مستمرا وسينتهي بفتح رومة وفتح القسطنطينية في أيام المهدي عليه السلام ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم تغزون الدجال فيفتحه الله طب الدجال ده شخص رجل اسمه المسيح الدجال هل معقولة كل الجيوش دي ستغزوا رجل طبعا لا إنما المقصود هنا تغزون الدجال وجيش الدجال لأن الدجال لما يخرج يخرج معه سبعون ألفا من يهود أصبهان وبعض الأعراب والجهل الذين يتبعون المسيح الدجال لكن خب لك من حاجة هيكون في الوقت ده بقدر الله ليس بقوة شخصية في المسيح الدجال هيكون كل ذلك بقدر الله إن ربنا هيعطي الدجال إمكانيات وقدرات لا تتوفر إلا في أمة كاملة فيعطيه القدرة على أنه لو أمر السماء أن تمطر فتمطر يأمر الأرض فتمبت فتمبت يأمر الأرض الخريبة أن تخرج كنوزها فتخرج كنوزها أنه يعني يطوف في كل أخطار الأرض ما عدا مكة والمدينة لأن عليها ملائكة يحرصونها من هذا الدجال سبحان الله فبمجرد قتل الدجال على يد سيدنا عيسى عليه السلام يصبح هؤلاء السبعون ألفا من يهود أصبهان والأعراب دقوا يصبحوا ولا لهم أي قوة بالمرة ولا منع انتهت قوتهم بموت الدجال يعني هم كانوا عالي على الدجال عشان كده لفظ النبع السلام ما قالش وتغزون الدجال ومن معه إنما قال تغزون الدجال لأن القوة كلها ربنا حطها في الدجال وليس في أعوان الدجال طبعا ده رأيي الأهل العلم إن تم فتح جزيرة العرب وتم فتح بلاد فارس والروم تم فتح أشياء كثيرة منها وينتهي بفتح روم والقسطنطنية لكن هناك رأي آخر أنه حتى وإن تم فتحها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة إلا أنها بعد ذلك بمرور السنين بسبب البعد عن الدين والبعد عن شريعة المولى عز وجل يعاد فتحها مرة أخرى في عهد المهدي فيقود مجموعة من الحروب في جزيرة العرب ثم في بلاد فارس ثم في بلاد الروم ينتهي ذلك بفتح روم وفتح الكوستنطنية ثم قتل الدجال يكون في عهد المهدي وعيسى بن مريم عليهما السلام ويكون قتل الدجال على يد عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام احنا طبعا هنا لابد أن احنا نعلم أن الملحمة الكبرى هيكون بعدها فتح الكوستنطنية بعد فتح الكوستنطنية مباشرة كوستنطنية لإسطنبول بعد فتح الكوستنطنية مباشرة سيكون خروج الدجال النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا الترتيب ده بشكل جميل جدا في حديث رواه أحمد بسند صحيح ولمن أراد أن يطلع على لفظ الحديث موجود في ساحة الجامعة رقم 4096 قال النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال عمران بيت المقدس خراب يثرب أي خراب المدينة وخراب يثرب خروج الملحمة يعني بالترتيب كده عمران بيت المقدس ثم خراب المدينة ثم خروج الملحمة للملحمة الكبرى التي ستكون بين المسلمين وبين الروم في أرض الشام وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح الكوستنطنية يعني بعد الملحمة الكبرى مباشرة فتح الكسطنطينية قال النبي وفتح الكسطنطينية خروج الدجال يبقى إذن هي بالترتيب كده عمران بيت المقدس خراب يثرب خروج الملحمة فتح الكسطنطينية خروج المسيح الدجال تعالوا بقى حبيب نشوف بقى إيه الوصف الضقيق لهذه الملحمة الكبرى التي ستدور بين المسلمين وبين الروم كما أخبر بذلك سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق بالأعماق كرب منطقة اسمها دابق بين حلب وأنطقيا أهل الشام يعلموا هذه المنطقة تمام لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق وهي مدينة قريبة من دمشق واضح كده فيخرجوا إليهم ركزوا معايا فيخرجوا إليهم جيش منين؟ من المدينة جيش جاي من المدينة فيخرجوا إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذن النبي بيوصفهم النمّا من خيرة أهل الأرض في الوقت ده ناس تربط بقى عن عقيدة صحيحة ناس تربط على الإيمان الصحيح ناس كانت في نصرة المهدي عليه السلام بيضحب كل شيء من أجل خدمة هذا الدين قال من خيار أهل الأرض يومئذ فإذا تصافوا للقتال قبلك إحنا قلنا قبلها في الحديث قبل ما نطلع فاصل قلنا في الحديث اللي قبلها إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنها ستصالحون الروم صلحا آمنا هيبقى فيه صلحة آمن بين المسلمين وبين الروم الأمة أوروبا وأمريكا ثم تقاتلون معهم تمام بلدا أو عدوا من ورائهم يعني هم اللي متضررين منهم بس هم عارفين قوة المسلمين فاستعانوا بقوة المسلمين فكانت النصرة بعد ما كانت النصرة إلا حصل رجعوا بقى نزل في مارجن ذي تلول بيحتفل بالنصر ده قدر ربنا إنه ولد أو شاب برفع الصليب وقال انتصر الصليب قتله مسلم فغدر النصارى أو غدر الروم بالمسلمين وجاءوا تحت الثمانين غاية مع كل غاية اثنى عشر ألف مقاتل يعني تسعمائة وستين ألف مقاتل هيبتدي بقى النبي يوصف لنا بداية المعركة هيحصل إيه قال فإذا تصافوا للقتال خلاص هم نزلوا فين نزلوا في الأعماق أو بذابق هنا بقى هيحصل القتال فبيقول صلى الله عليه وسلم فيخرجوا إليهم جيشهم من المدينة لأنهم أتلوا للموجودين هناك ما أتلوش الشاب ده أتلوا كل اللي موجودين من المسلمين فخرجوا عليهم جيشهم من المدينة تمام فهم من خيار أهل الأرض يوميدهم فإذا تصافوا للقتال الجيش ده وقف والجيش اللي قدام وقف جيش الروم تسعمائة وستين ألف مقاتل ده نقول مقاتل ده غير اللي بيعدوا لهم السيوف والرماح والسهام والأسلحة ده غير الأطباء ولجنة التمريد زي ما بيقولوا ده غير الطبخين اللي بيعدوا لهم الطعام والشراب ده غير اللي بيعدوا لهم الخيام ده غير يعني بص تسعمائة وستين ممكن يكون بيغدمهم نص مليون شو بقى دي أعداد رهيبة جدا جاية قال فإذا تصافوا للقتال الروم هيطلبوا طلب عجيب جدا إيه هو الطلب يا حبيبي ركزوا معايا هيقولوا للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم إيه اللي حصل كان فيه قبل الملحمة القبرى كان فيه لقاءات تانية كان فيه حروب بس خفيفة كده حروب مش كبيرة أوي مش زي الملحمة في الحروب دي تم أسر عدد من الروم أي من النصارى فلما رأوا أخلاق المسلمين وحسن معاملة المسلمين وعبادات المسلمين وحسن تعابلات المسلمين أسلموا خب بالك بقى فلما أسلموا رايحين مع المسلمين عشان يقتلوا مين الروم فالروم لما هيشوفوا أن فيه ناس كانوا منهم دول كانوا من بلدنا دول كانوا على عقدتنا وبعدين دولرة يبقوا مسلمين لا خدوا بالكوا بقى خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم قبل ما نقاتلكم كمسلمين سيبونا بقى نقاتل اللي كانوا نصارى وأسلمون نقتلهم الأول وبعدهم بقى نكمل معكم فإيه اللي هيحصل للمسلمين النصارى أو روم قالوا خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا هم أسلموا دلاتي بقوا إخواننا فيقاتلونهم اللي يحصل بقى فيبدأ القتال النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا تلت الجيش المسلم هيحصل ايه هيفر من القتال تلت النبي قال ايه لا يتوب الله عليهم أبدا لأن الموقف كان لا يستلزم هذا خب لك ينهزموا خب لك يفروا أو ينهزموا أو دخلوا قتال ما تحملوش فسبوهم يعني تفاصيل مش مذكورة لكنهم كما قال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام فينهزموا ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتلوا ثلثهم يبقى كده تلتين الجيش ما بين تلت خلاص ساب الجبهة أو ساب القتال وتلت استشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ثم ينتصر الثلث الباقي من جيش المسلمين الله أكبر يبقى إذن ينهزموا ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتلوا ثلثهم وهم أفضل الشهداء عند الله ده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم يبقى إنهزم ثلث لا يتوب الله عليه ويقتلوا ثلثهم هم أفضل الشهداء عند الله ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا التلت الأخير اللي سيهزم الروم في تلك المعركة أو الملحمة الكبرى لا يفتن أبدا سيثبت الله كربام لأحد آخر يوم في حياتهم لا يفتنون أبدا وهم الذين سيفتت حون بعد ذلك القسطنطينية ومن إكرام الله لهم سبحانه وتعالى إنهم يفتحوا القسطنطينية بلا قتال بلا قتال سلاحهم التهليل والتكبير كما أخبرنا من قبل ثم بينما هم بعد بعد ما الملحمة تنتهي طبعا لسه في حديث تاني توضح لكم بقى تفاصيل التفاصيل في الملحمة خبالك فإذا هم بعد ما تنتهي الملحمة مباشرة يسمعون الصريخ يسمعون من يقول إن الدجال قد خلفكم في أهليكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك باطل ليه باطل؟ لأن الدجال لن يظهر إلا بعد فتح القسطنطينية لكن الشيطان قام وصرخ وقال إن الدجال قد خلفكم في ضراريكم أو في أهليكم فيظن الناس أن الدجال موجود هناك فيعملوا إيه؟ فهيبعثوا عشر فوارس الله أكبر هيبعثوا عشر فوارس هم من خير أهل الأرض في ذلك الوقت فيرجعون هؤلاء الفوارس ويبحثون فيتأكدوا أن الدجال لم يظهر فيعودون مرة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى تعالوا نشوف بقى بقية التفاصيل بتاعة الملحمة الكبرى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بعد الفاصل تعالوا بنا لنرى هذا الحديث الذي يوضح تفاصيل التفاصيل في الملحمة الكبرى أو ما يسمونها بمعركة هير ماجدون في الحديث الذي رواه مسلم عن يصير ابن جابر رضي الله عنهما قال هاجت ريح حمراء بالكوفة ريح شديدة جدا هاجت ريح حمراء بالكوفة قال فجاء رجل ينادي يا عبد الله بن مسعود يا عبد الله بن مسعود جاءت الساعة طبعا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل كان في الوقت ده كان في الكوفة في آخر أيامه كان في الكوفة فبعدين الراجل جاي بيسرخ بيقول له جاءت الساعة قال فقعد ابن مسعود وكان متكئا كان متكئا فقعد عايز يقول حاجة مهمة فقال له إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة يعني إيه كلام دوات يعني من كثرة الملاحم التي ستحدث في آخر الزمان وبخاصة الملحمة الكبرى ممكن تلاقي عيلة كاملة دخلة تجاهد في سبيلها في الملحمة ديه فلا يرجع منهم إلا واحد فهيؤسم مراس على مين ما فيش حد ياخد مراس هو الوحيد اللي موجود تمام ولا يفرح بغنيمة هيفرح بأي غنيمة أي غنيمة هيفرح بها بعدما فقد كل عائلته وخبالك قال له إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم أو لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة ثم أشار ابن مسعود بيده نحو الشام أشار إشارة نحو الشام وقال له عدو يجمعون لأهل الإسلام بيتكلم عن الملحمة الكبرى عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام قال فقلت له الروم تعني؟ يعني تقصد الروم؟ قال نعم قال له فيشترط المسلمون أول ما يبدأ القتال ويلقوا هذا العدد العجيب تسعمائة وستين ألف مقاتل غير اللي وراهم بيخدموهم وبيساعدوهم تمام؟ ده غير الجيوش الاحتياطة زي ما بيقولوا تمانين غاية يعني تمانين دولة جاية تقاتل المسلمين خذوا بالكم تمام؟ قال له الروم تعني؟ قال نعم قال فيشترط المسلمون أول ما يشوفوا هذا العدد الكبير تسعمائة وستين مقاتل فيشترطوا إما النصر وإما الشهادة يقول لهم تعالوا عايزين مجموعة تخش في البداية كده تشترط على نفسها يا النصر يا الشهادة فيش حد يتخازل فيش حد يبعد محدش يترك الجهاد قال فيشترط المسلمون شرطة للموت أي مجموعة تدخل لا يهمها الحياة هي تحتسب نفسها عند الله إما النصر وإما الشهادة قال يشترطون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة قال فيقتتلون من الصباح قل بلها بقى تخيل بالسيوف والرماح والسهام القتال من الصبح وده دليل على أن الآلات القتالية الحديثة دي كلها سيحدث لها شيء إيه هو الله أعلم بعض الناس بتسأل يعني إيه لا يحصل الله أعلم لا أدري لكن ربنا هيقدر سبب تتعطل به تلك الأشياء سبحان الله ما ممكن يبقى معايا عربية والبنزين انتهى من الدنيا دي ما فيش بنزين قال صلى عربية وقفت وقفت بلحظة فربنا هيقدر سبب وتعود الأسلحة مرة أخرى الأسلحة التي كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة قال لا فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبا شو بقى القتال عامل إزاي فيقتلون حتى يحجز بينهم الليل تخيل حضرتك ناس بتقاتل من الصبح فلا ينفصلون عن بعضهم البعض إلا لما يخش الليل يعني عمين بيقتلوا من الصبح بالليل خب ربي طب إزاي ومن يتحمل هذا ده الإنسان ممكن يقتل عشر ده يفرهد يموت ودول هيقتلوا من الصبح بالليل حتى يحجز بينهم الليل قال فيفيق هؤلاء وهؤلاء قبالك لا ده منتصر ولا ده منتصر دولة هيتقتل منهم عدد كبير ودولة هيتقتل منهم عدد كبير ملحمة ضخمة عشان كده سميت الملحمة الكبرى من كثرة ما يتطير من اللحوم في هذه المعركة العجيبة الملحمة الكبرى قال فيفيق هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب ده كلام ابن المسعود كل غير غالب قال وتفنى الشرطة الذين اشترتوا على نفسهم إما النصر وإما الشهادة خلاص اتقتلوا فازوا بالشهادة قال ثم يشترت المسلمون في اليوم التالي بقى شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتلون حتى يمسوا مرة تانية من الصبح البالليل قال فيفيق هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة حتى العدد التاني ده اللي اشترتوا على نفسهم إما النصر إما الشهادة برضو هم كمان استشهدون قال فيحدث ذلك أيضا في اليوم الثالث قال فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام المسلمين بقى اللي كانوا موجودين في البلاد التانية هيلو معقول هنسبهم في الملحمة دي بالمنظر ده عمين بيقتلوا بقى لهم ثلاثة أيام وكل هم يشترتوا شرطة للموت ومع ذلك ده بيقتل وده بيقتل فينهد إليهم بقية أهل الإسلام قال فيجعل الله الدبرة عليهم أي يجعل الدائرة على هؤلاء الروم فيقتلون في اليوم الرابع ده بقى بيقولك ده ابن المسلمين بيقول فيقتلون مقتلة لم يرى مثلها قط ما حد شاف مقتلة زيها أبدا ولا حتى في أيام النبع عليه الصلاة والسلام مقتلة عجيبة تمام قتل عجيب جدا في اليوم الرابع قال حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا الطير يبشي في السماء بيطير في السماء فوق الجسس ما يوصلش لنهاية الجسس إلا ما يخر ميتا يخر ميتا من إيه هل مثلا من رائحة الجسس ولا من إيه بالضبط الله أعلم المؤمن هو لا يدرك آخر الناس ماشي فوق الجسس ما يوصلش لأخير لحد ميتا يخر ميتا قال ابن مسعود فيتعاد فيتعاد بانو الأب كانوا مئة فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد عيلا كم لطلعته جاهد في سبيل الله مئة طبعا مش كل العائلات هيطلعوا مية بس المقصود أن في بعض العائلات هيطلع منها عدد كبير فبيلك حتى أن بعض العائلات هيطلع منها مئة يقاتلون رجل مثلا وأبوه أخواته ولاده ولاد عمه ولاد خلته عيلا كاملة طلع مية قال فلا يرجع إلا واحد فبأي غنيمة يفرح وأي ميراث يقسم هفرح بغنيمة إيه واحد فأدعلته كلها كلهم استشهدوا ولم يبقى إلا هو هيفرح بغنيمة إيه ويميراث إيه اللي هيتأسم وهما فيش غيره أصلا قال فبينما هم كذلك اثمعوا ببأس هو أكبر من ذلك سمعوا بخبر أسوأ من اللهم فيه فجاءهم الصريخ وهذا هو الشيطان إن الدجال قد خلفهم في ضراريهم قال فيتركون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون ركز معايا فيبعثون عشرة فوارس طليعة الله أكبر فيبعثون عشرة فوارس طليعة عشر فرسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم قل بلك الكلام اللي فده كله ابن مسعود بيقوله بس الكلام ده مش من كيسه الكلام ده أصلا مش من كيسه له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأن دي غيبيات فلا يمكن ابن مسعود هيذكرها إلا إذا كان سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء العشرة فوارس الناس عايزة تتأكد الدجال ظهر طب مش معنى الدجال قال لك لإني النبي أخبر أنه ما من نبي إلا وأنظر كومه فتنة الدجال لأنه كما قال النبي في حديث آخر ما من فتنة من لدن آدم إلى قيام الساعة أشد من فتنة الدجال أشد فتنة وأكبر فتنة وجدت على وجه الأرض هي فتنة المسيح الدجال قال فيتركون ما في أيديهم أو فيرفضون ما في أيديهم ويقبلون فيبعثون عشرة فوارس طالع عشر فرسان ياخدوهم كده وإنتوا تطلعوا بقى تروحوا تشوفوا الدجال ظهر ولا لا طبعا لو كان الدجال ظهري بيعرضوا حياة الفرسان دولة للموت فاللي طالعين دولة بيحتسبوا نفسهم عند الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث عن المسلم قال إني لأعرف أسماءهم ركزوا معايا وأسماء آبائهم وألوان خيولهم الله أظن لو كان فيه دبابات وطيارات ومعدات وأجهزة استكشافية ما كانش نابقل الكلام ده إنما بيقول لك وألوان خيولهم أنا عارف ألوان خيولهم ما تبقى إيه يبقى كان القتال عليه على الخيول والسيوف والرماح والسهام تمام كده مش محتاجة كلام يعني وألوان خيولهم قال النبي عنهم صلى الله عليه وسلم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو في رواية أو من خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ طبعا هيروحوا لعشر فوارس دولة فيكتشفوا إن الخبر ده كل كدب تكن صايحة من الشيطان تمثل في سورة رجل وقال هذا الكلام فيروحوا فيلاقوا إيه ما فيش حد ما ظهرش الدجال لأن الدجال لن يظهر إلا بعد فتح الكوستنطنية لكن العجيب إن هذا الجيش بعدما تأتل منه مقتلة عظيمة جدا لا يستطيع عددها أحد وكذلك أيضا الروم تأتل منهم عدد كبير جدا خب بالك وتم أسر عدد كبير أيضا في الملحمة الكبرى من الروم وجاءوا إلى جيش المسلمين فلما رأوا أخلاق المسلمين ولما رأوا يعني معاملتهم الطيبة وعبادتهم وتسامحهم أسلموا هم كمان أسلموا يعني في الملحمة الكبرى عدد كبير من الروم تأتل وعدد كبير جدا اتأثر فاللي اتأثر دولة لم يكبرهم أحد عن الإسلام فأسلموا حبا في الإسلام ومن رؤية أخلاق المسلمين وعبادتهم ومعاملتهم ومسلكياتهم ثم يتوجهون مباشرة بعد الملحمة الكبيرة دية والعدد الكبير اللي استشهد والعدد الكبير اللي أصاب إصابات بليغة جدا فيتوجهون لفتح الكوستنطينية فإذا نزلوا بالقرب من الكوستنطينية لم يضربوا بسيف ولا بسهم ولا برمح النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث اللي دروا مسلم وده اللي هنتكلم عنه في الحلقة اللي جاية في فتح الكوستنطينية أنهم قال سمعتم بيقول للصحابة سمعتم بمدينة جانبوا منها في البر وجانبوا منها في البحر قالوا بالا يا رسول الله ليه إسطنبول جزء منها في البحر وجزء في البر قال فإنه لا تقوم السعب من علامات الساعة الصغرى فإنه لا تقوم الساعة حتى يغزوها هركز معايا سبعون ألفا من بني إسحاق يعني إيه من بني إسحاق إيه الفرق بين بني إسحاق وبني إسماعيل بني إسحاق لما مسلموا الغرب اللي أسلموا اللي كانوا مأسورين وأسلموا تمام؟ يبقى هي تقصر عدد كبير بالدليل أن سبعين ألف منهم أسلموا ومش شرط يكون كل اللي اتأثر أسلم أخبالك يعني ممكن يكون مأسور مئة ألف مثلا أسلم منهم سبعين ألف أو مأسور مئة ألف أسلم منهم سبعين ألف قال حتى يغزوها سبعون ألفا من بني إسحاق أما بني إسماعيل هم مسلموا العرب قال فإذا نزلوا بالكرب منها لم يضربوا بسهم ولا بسيف وإنما سلاحهم التهليل والتكبير مش هذكر تفاصيلها لأن بكرة نذكر تفاصيل فتحة الكسطنطينية فإذا فتحة الكسطنطينية هنا ينادي مناد أن الدجال قد خلفكم في ضراريكم هنا فقط فعلا هيكون الخبر صادق لأن الدجال فعلا هيكون ظهر في الوقت دوت سيدنا عيسى في الوقت دوت عفوا سيدنا المهدي عليه السلام في الوقت دوت سيدنا المهدي يخضهم ويتحصروا في جبل في ضمشق هناك يتحصرون حتى يعني يعلمون ماذا سيفعلوا مع هذا المسيح الدجال في ذلك الوقت في صلاة الفجر ينزل عليهم من السماء عيسى بن مريم عليه السلام فسيدنا المهدي يقدمه الصلاة يقول لا بل أنت إمامهم تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة وهنا تبدأ الخطوات بعد ذلك لقتل المسيح الدجال سبحانك يا ربي هذا الجيش الذي خاض الملحمة الكبرى يكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة العظيمة أنه خلاص خارج من قتال شديد عدد كبير قتل وعدد كبير جرح فربنا يكرمه أن يدخل فيفتح القسطنطينية بغير قتال ما فيش ولا قطر الدم ستهرك بفضل الله سبحانه تعالى كيف ستفتح بقى مدينة القسطنطينية لإسطنبول في آخر الزمان لأن بعض الناس بيلك مهما فتوحة يا شيخ محمود فيها مسلمين أيوة لكن الفتح الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان سيكون فتحا بغير قتال هي فتحت بقتال لكن الناس يكون فتحا بغير قتال بفضل الله هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة أسأل الله عز وجل أن يفرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزنين وأن يسد الدين عن المديونين وأن يوسع أرزاق المسلمين وأن يشف مرضى المسلمين ويرحم موتى المسلمين وأن يمكن للإسلام والمسلمين وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته